قال باب من الشرك النذر لغير الله من الشرك النذر لغير الله قال الشيخ الفوزان حفظه الله النذر هو الإلزام والالتزام ده في اللغة وأما في اصطلاح العلماء هو إلزام المكلف نفسه طاعة ليست واجبة عليه في أصل الشر يعني إنت ما واجب عليك تصوم يوم الاثنين مثلا مستحب لكن ما واجب عليك تقوم تقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين بعد ذا بقت واجبة ولا ما واجبة واجبة وهي في أصل الشر ما كانت واجبة عليك العبادة طيب هو أنواع أنواع كثيرة لكن نكتفي بذكري نوعين من أنواعي النوع الأول النذر المطلق والنوع الثاني النذر المعلق يعني النذر الذي يكون بمقابل نذر المطلق ساي بس تقول لله علي أن أصلي عشر ركعات لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام لله علي أن أصوم ستة أيام وما في بس كذلك نذرت ساي فيجب عليك أن توفي بنذرك النذر المعلق كأن تقول لله علي إن نجحت أن أصوم ثلاثة أيام يعني أنا لو حصل كذا بعمل كذلك ما في أي شيء بس لله علي أنا أفعل كذلك لكن أزل لله علي إن حدث كذا أنا أفعل كذلك والإثنين ما في داعي لين أصلا ما في داعي إت تصوم لي الله من غير ما تشنو تقول لله علي كذا وكذلك هو شيء الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لك إنه ده مستحب إت بتوجب علي نفسك ليه إت ما تعمل علي إنه مستحب دي واحد اثنين النوع الثاني ده أصلا الشيء ده بيحدث يعني كونه الله يشفيك بيشفيك أصلا كونه ينجحك بينجحك إت أدعو الله ينجحك وأدعو الله يشفيك سبحانه وتعالى ما في داعي تقول لله علي إن حدث كذا أن أفعل كذا لأنه أصلا هو مكتوب في اللوحة المحفوظ إنت أدعو بس اتخذ الأسباب الشرعية كالدعاء طيب في كلا النوعين المحمود هو الوفاء بالنذر الوفاء بالنذر قال تعالى قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا زي ما في ناس أجماع بينذروا لله سبحانه وتعالى في ناس بينذروا لغير الله مثال من الواقع يمش مقابر مقابر يذهب إلى هذه المقابر ويقول للميد لإن نجحت ولدي ذبحت لك كذا ولا يخدت لك غروش هو دا حي خدتها لتحت المخد ميد خدتها لتحت التراب حي يرون هذا غروش واندي ماذا لنا إيش آيلا كذا فتلقاه يقول يقول للميد لو حصل كذا أنا بعمل ليك كذا وبفعل ليك كذا فينذر لغير الله سبحانه وتعالى وهذا من الشرك بالله جل وعلا قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وهذا في مدحهم وفي ذكر أوصاف وصفات الأبرار في سورة الإنسان قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كافور رحت طيبة وبارد وبعدين يعني إذا أدخل في الماء أو كذا أو كذا فإن العبد أرغب فيه عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر فمدحهم على أنهم يوفون بشن بالنذر إذن الوفاء بالنذر فيه أجر أو يمدح صاحبه ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآية فذلك دخلوا الجنة من ضمن الأعمال الصالحة التي قاموا بها أنهم أوفوا بنذورهم طيب فما دام طيب وجه الدلالة شنو عليهن النذر يعني لغير الله شرك وجه الدلالة أن شيخ الإسلام رحمه الله قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال يعني الصالحة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه علاقة هذه الآية بالباب أن الله تعالى لما مدحهم على أنهم يوفون بالنذر دل على أنه يحب الوفاء بالنذر ويسم جامع لكل ما يحبه الله مدحهم على أنهم يوفون بالنذر لأنه يحب الوفاء بالنذر وما دام أنه يحب الوفاء بالنذر وأن النذر عبادة فصرفها لغير الله شرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا هيها وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإن الله يعلمه وسيجازيكم به وسيأتنال الأجر من الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الإنفاق وبسبب هذا النذر الشيخ الفوزان حفظ الله فهم من هذه الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر ذكر النذر بعد الإنفاق لو كان ذكر النذر بعد المعصية لدل على أنه يذم النذر والإيفاء به ولكن بما أنه يمدح ويحب الإنفاق وذكر النذر بعد الإنفاق دل على أن الإيفاء بالنذر مما يحبه الله سبحانه وتعالى إذن هو عبادة ولا يجوز الصرف لغير الله سبحانه وتعالى قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا يعصي ولا كفارة عليه وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بعض العلم قالوا يجب عليه الإيفاء يعني يجب عليه عدم الإيفاء لكن يجب عليه الكفار يجب عليه عدم الإيفاء في المعصية نذر المعصية لكن يجب عليه الكفار لكن يقول فوزان قال بأنه لا يجب عليه الإيفاء بنذر المعصية ولا تجب عليه كفارا حذيث في الصحيح وهنا أيضا هو في صحيح البخاري في الصحيح هنا في صحيح البخاري وإلا فإن على العلم إذا ذكروا الصحيح فإن الغالب المقصود به صحيح مسلم لكن هنا الصحيح سندا ومتنا وليس في صحيح مسلم وإنما هو في صحيح البخاري طيب فيه مسائل في هذا الباب الأولى وجوب الوفاء بالنذر وجوب الوفاء بالنذر أنه عبادة ويجب الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه والعصل في أوامره صلى الله عليه وسلم الوجوب ده وجه الدلالة يعني ليه واجب وقال من نذر أن يطيع الله فليطعه الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله أو عبادة وقال عبادة الله لكنه عبادة لله فصرف إلى غيره شرك ما دام أن الإفاء بالنذر عبادة فصرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى والوفاء به من الشرك بالله سبحانه وتعالى الثالث والأخير في الباب أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به اكتفي بهذا القدر وهذا هو الباب الحادي عشر إذا مد الله في الآجال نواصل ووفق نواصل في أبواب هذا الكتاب وهذا وصل الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله